السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في سلسلتنا في تطوير تطبيقات الويب على موقع FreeCodeCamp وكنا في الحلقة اللي فاتت اللي حلقة الاولى اتحدثنا على basic html and html5 اتحدثنا على المحور اللولو بكل وذا بنظرة عامة ثم بدينا في القسم الاول من المحور الاول اللي اسمه basic html and html5 وقلنا الهيكل متاع الصفحة يعني كما الهيكل العظمي وشبهناه بالدرس اللي يكربوا التلميذ كما عهدنا يعني في المدارس او في المعاهد في تونس في اكثر احيانا الاستاذ يقول تكتبوا العنوان المكان الفناني يبدأ الفوق وفي الوسط وبلون معين وتكتبوا بعض العنوان من العنوان الكبير متاع الدرس يكون بلون الاخضر ويكون عنده عدد مثلا واحد روماني يقوله ثم كل جزء من المحور ذاك يكون عنده مثلا واحد عربي اثنين عربي وهكذا فهذا هو html وفي الواب لا يكون بالضبط كما في الورقة متاع الدرس لكن يكون حويج متطورة اكثر يعني يكون هناك فقرات يكون هناك صور مثلا والصور هي اللي نبدأ بها اليوم العناصر المستعملة في صفحات الواب نولى منها ثلاثة الأول كان h1 اللي هو العنوان الكبير والh2 اللي هو العنوان الأصغر وهكذا نلقى وزادة h3 معنى h3 و4 و5 وهكذا يعني كلما يكبر العدد كلما يكون أصغر العنوان ومن بعد شفنا lp اللي هو الفقرة وهما كلهم تكتب فيهم نص اليوم ننتقلوا إلى أول عنصر اللي هو مهوش نص اللي هو صورة والصورة تعملها في html التاج يعني كما قلنا قبل كل عنصر في html عنده كل معرفة وبش تحط العنصر كذلك في الصفحة تبدأ تحل كما نقوله التاج هذا وتسكر وتسكر عن طريق استعمال السهم هذا كيف يبدأ السهم متجاه اليسار معنى حليت وكيف يبدأ متجاه اليمين معنى سكرت وقلنا في المرة الأولى أيضا في الدرس الأول أنه أغلب عناصر الhtml فيها opening و closing يعني التاج التي تحل والتاج التي تسكر ولكن بعضها ما يستحقش ومن جملة الحوايج التي تستحقش في بعض الأحيان في بعض الأحيان لا تضع التاج لا تضع شيء في الامج الامج هي صورة والصورة يجب أن نطرح شيئا جديدة كما نتحدث عن عنصر الصورة هذه الحاجة مرتبطة كام بالصورة مرتبطة بجميع عناصر الhtml لكن لا نرى أيضا وقام بالرشة مرتبطة التاج مرتبطة مثلا حللنا تاج وكتبنا ملتغطة لا في المرشة ما في البللسة كنا نجم وفتائها يتسمى أتريبيوت التجميع الخاص بأن يكون لون أو أبيض أو أحمر أو أيضا يكون عنده عمر فالأوصاف هذيك تسمى attribute وعناصر ال HTML بعضها عنده عناصر خاصة ومن العناصر الخاصة دي نلقوها في ال image لذلك نتعرض لاته وبالنسبة لل image عنا زوص أوصاف يعني مثلا كل إنسان يكون عنده لون كل إنسان يكون عنده عمر كل إنسان يكون عنده جنس وهكذا كل صورة لازم يكون عندها رابط للصورة وين نلقوها والرابط هذا نجم يكون الرابط المكان المتاحة في الجهاز اللي فيه ال HTML وين كاتبه ونجم يكون على انترنت على انترنت موجود في أي بلاسة فاللي عامل صور على انترنت واللي عنده صور في وسط الحاسوب المتاع ونجم يحط الصور هذي كاوين لكن كي تبدأ في الحاسوب المتاعك فما حاجات لازم تأخذها بعين اعتبار وين كيف تشوفه بالضبط والرابط كيف نشتكتبه بالضبط ليس هذا كيف نحكيه ونحن في وقت آخر لكن بالنسبة لوقت كيف تشوفه في الدرس هذا ما يعطينا هو صورة صورة في الانترنت أعطينا الرابط المتاحة مثلا لنا نهزو نشوفه نعطيه كوبيا كوليه نهزو نحطوه بجي طلعنا صورة والصورة اللي طلعنا نهزو نحطوه بجي طلعنا صورة العنصر احتمال الامج هذا ثم الزوز أتريبيوتس فيه مهمين الزوز خصائص مهمين فيه الأول هو الرابط للصورة ما كان شميم يجيبها صورة الثاني برش عبيد ما تعطيش قيمة يتنجم هو يفهمه المتصفح من غيره لكن هو مهم جدا يعني يكاد يكون بأهمية الرابط اللي هو الآلت الآلت يقصد بيه الآلترنتيف يعني شنوه المتصفح يوري في الوقت اللي مثلاً ما فماش فيه الصورة انتي مثلاً جي تحط لهنا الصورة تحط رابط غلط ما يلقاش المتصفح واللي يكتب الحاجة اللي كتبتها في الآلت اللي تنجم تكون أي كتيبة تحطها انتي فهذه مهمته الأولى الآلت المهمته الثانية انه فما نس نحن ممكن في مجتمعات أو العالم كله بصفة عامة ما تقراش حساب الناس اللي عنده احتياجات خاصة يعني ما يشكي العباد مختلف على العباد اللي مثلاً ما يشوفش واللي مثلاً ما يسمعش واللي كل إنسان شنوه من النجم يكون عنده مشاكل في جسمه فالناس اللي لا تشوفش اللي عندها إعاقة بصرية ما تنجمش تشوف يستعملوا الحواسيب ثم حاجة اسم يعني يبدأ يقرأ في مكتوب بالضبط على الشاشة اللي إلا ذا يعني برنامج يستعمل في كل نظمة تشغيل اسم سكرين ريدر فكي انتي تمشي تحط كتيبة في وسط الآلت تتقرأ في بلاست الصورة مدام هو الإنسان من نجمش يشوفها فتتقرأ له ويفهم ما هي المقصود الحاجة ما هي بالضبط يعني الخلاصة اللي حكينا عليها في الصورة ثم زوز خصائص يجب أن نضعهم أتريبيوتس اللي هما السورس SRC هي اختصار السورس يعني مصدر الصورة وينه بالضبط والذي هما الثانية هي الالترنتيف يعني كما نلقاش الصورة ولا المستعمل من نجمش يشوف الصورة ما هو البديل اللي تعطيه له بشي نجم نقدمه له فهذا مزوز باهي نشوف ما هو طالبين منا في القسم هذا من الدرس ونبدله ونشوفه أمور لمشاة مريقلا لا قالنا الصورة نحط ولازم نحط صورة ونحطها المصدر بتاعها هو هذا يحل الصورة من بعد تطلعنا الصورة دي خنشوفها هي واحدة الساعة فيها الصورة دي حطونا قطوس متلاوح على ظهر وريقت به وقال لك ما تنساش بش تحط Alt وحط فيها جملة من عشق قالوا نحط جملة معينة ما قالوا نحط أي جملة باهي الثلاثة حبا يجري طالبينهم بالضبط بالتفصيل قال لك الصفحة لازم يكون فيها إيميج ونضع إيميج ضمن فوق إيميج كما قلنا ومش نحط أول حاجة السورس السورس هي اللي أعطوهنا هما الرابط اللي حطوهنا هما ناخدوه هذا كما هو ومبعد ما ناخدوه رابط هذيك هو ساعات المتصفح يفهم مباشرة لش نحبه بل ما نكمله لكننا مش نكمله ومفروض ما نكتبش حاجة ما غير ما تكمله حاجة ثانية قالوا نكتب Alt بش نحطه مثلا بالإنجليزي Relaxing Cat يعني قطوس متفرد عام الجو وهي ومبعد نسكرو الإيميج المتاعنا النجم نسكروها مباشرة هكا كما قلتم بكري طول غير ما نقدو نعمله كامل إيميج تذكيرها لكن أني طوب مش نعملها كما تعودنا مللول بش نعملو لاتباك سلاش أو السلاش العادي وإيميج ونسكروها فهى ونشوفه ونشوفه عنا غلاط والله صحا حمريقليل نواصلوا ونشوفوا ونشوفه الدرس الصغير الجالي باهي الثاني الدرس الجديد هو بعد ما تعلمنا الـ H1 والـ H2 والـ P الـ Paragraph والإيمج تعطينا ألمنت جديد اللي هو الـ A وهو الاختصار الأنكور الأنكور بالفرنسية أنك اللي هو معنى بالعربي الميرسات يعني باش تعرفوا التشبيه من جات الكلمة دي الميرسات اللي يكون في السفينة فالسفينة يهبطوا الميرسات باش توحل في المحر ما عادش تتحرك من مكانه ذاك فبنفس المعنى يقول لك باش نستعملوا الأنكور باش نضغطوا عليه نكليكيو على الملاصة اللي فيها الأنكور نشوفوك هنا شيئا طلعنا باش نكليكيو عليه هزنا دائما المكان معين يعني كأنه ربطناه كما الميرسات في ربطة السفينة بمكان معين الأنكور هذا التاج اللي هو باختصار A هذا بشيكون مربوط بجزء معين من الصفحة وينجم يهزنا للمكان آخر أصلا في الانترنت يعني عندنا نوعين من بعد بشيكون الرابط بتاعنا هذا بشيكون حاجة في وسط الصفحة حاجة أخرى في الانترنت خارج على صفحة أخرى فالخلاصة أنه A هذا الأنكور هو رابط يعني فهموا أنه هو عنصر HTML يربط مربوط بعناصر أخرى أو صفحات أخرى به كما تكتب بها كما تكتبنا على الامج وطرحنا مسألة الخصائص أو الاتريبيوت من هاتريبيوت هذا يزاد عنده أتريبيوت خاص به اسمه Href والذي يتذكر أول الدرس اللي فات ما معناها كلمة HTML وقسمناها طرف طرف قلنا هي الجزء الأول Hypertext Hypertext يعني أول ما تصنعها على الانترنت كانت الغاية منه الأكاديميين اللي يخدموا في مجال البحث العلمي يكونوا نجموا يضعوا مقالاتهم والمقالة نجم يهزك المقال آخر كي تضغط على بعض الأزرار أو بعض المواضع من الصفحة يهزك لصفحات أخرى فكلمة يهزك قلناها ككلمة Hyperlink من نجا رابط رابط يعني آلي هزك البلاسة أخرى فكيف كيف A هذا كلمة H هي Hyper Hyper من كلمة Hyperlink اللي قلناها المالفات وهذه reference يعني كأن source يعني نتعامل معها كما نقوله source لكنه أوسع لأنه نجم ونستعمل فيها أسامي بلاست روابط كما نعرفها بتاع الانترنت وتنجيه بعد شوية بالضبط الموضوع هذا به الخلاصة الأنكور تاج هذا أنه يتكتب A كهو وأنه يستعمل كرابط وتنتقل به في صفحات الواب سواء الصفحة متاعك أنت تنتقل في المواضع متاعها أو يهزك المواضع أخر من الانترنت هذه الخلاصة متاع وأنه يتكتب بعد كيف تكتب ومشي يهزك تعرفوا فيما يخص تضع الاتريبيوت HF يعني مثلا نضع لنا HTTPS نضع فيسبوك شي يزني للفيسبوك نحب نهز روحي البلاستة أخرى في نفس الصفحة متاعي كما مثلا نبدأ اللوت على هنا نحب نطلع البلاستة السورة سوف نراها بعد شوية إن شاء الله نشوف نشوف ماذا طالب مننا في الجزء من الدرس قال نحب نزيد anchor tag نضع A element ونضع في host text هذا cat photos ونحب يهزنا للرابط هذا ونضع نشوف ماذا يحدث ونضغط عليه anchor tag ماذا يحدث نضع تحت الparagraph ولا نضع فوق بكل ونطلب مننا مكان معين A قال نحب هزنا للمكانة ذكا فش نعملوا له نسخ لسق ومعفا ما شخص نسكروا وقال يحب يكون فيه الكلمة ذيكا cat photos وكنا نسكروا التاقم نحن كما تعلمنا ماذا نضع 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 الطرف اذا كان لا تزيد شيء لتبدل اللون او الطريقة التي تظهر بها الكتابة anchor tag A عندما يظهرها البراوزر تبدأ زرقة وتحتها خط وكنت لاحظوا نضع فوقها الفقر الفقر يتبدل يقول لي فما يد تشير إلى الجزء من النص واليد ممكن تختلف حسب نظام تشغيل بالنسبة لي الظهر ليد فما شكون النجم يبدلها وفما شكون نظام تشغيل تضغط على حاشة وكان يسمى Poynter عنده اسم يسمى Poynter قاعد نبونتي على الجزء كنوصر الغادي يتبدل اليوم وفما كديد نرى ما يحدث نضغط علىها لأن لا نضغط علىها مباشرة فنحلها في صفحة أخرى لا نضغط علىها ونرجع لكي نضغط علىها تعدى هزني لصفحة أخرى مغايرة التي كنا فيها وهي الصفحة في الرابط يعني كان لكي عربط هذا يزني لصفحة هذه هذه واضحة نرجع ان شاء الله ما يكون ما يخدمناها مشاء كان نعبدوه ما هو مشكل اللي عملناها مشاء مش مشكل نعبدوه أما باش نعملنا السخلص ونبدل باش تمشي بسرعة هذه هذه كات فوتوز وهذه الرابط بحبارة نعبدوه وهذا نعودنا كتبناها ونرى هذا المتصفح كي يبدو الرابط يبدو أن يكون لونه أزرق يعني فاتح قليلا ونقل ونقل الرابط ونقل الرابط اللي بعد اللي بعد من لولكي قلت لأي ألمنت ينجم يهزن البلاسة في وسط الصفحة إذا الفوق ولا لوتا مثلا الصفحة طويلة نحب نصل مثلا من فوق ننزل طبط فهذه يسمى في وسط الصفحة ننتقل لأي لأي يهزن البلاسة في وسط الصفحة وفهمها الأكسرنال كما رأينا في الجزء اللي فات لنرى الرابط لنقل لنقل كلمة جديدة اللي هي الد حكينا حكينا على الاتريبيوت مكرا قلنا المصدر المصدر الاتريبيوت وكل التعليف لتعليم التعليف لنقل التعليف هو الاتريبيوت الاتريبيوت واضح الكلمة ما معناها identifier اللي هو يشبه على الأخر نمر بطاق تعريف كل مواطن يكون عنده نمر بطاق تعريف بمثله هو بالذات يعني يكون يربط مربوط به فكذلك كل الاتريبيوت تنجم تحط له رقم بطاق تعريف أو معرف معناها نختصرها هو المعرف فالاد هو المعرف والاد لازم يكون فيما كل الاتريبيوت لا نجيش مثلا نعمل اي لنا نحط له اي دي وبعد نعمل كيفه نحط له نفس الاد ما يجيش معناها كما ما نجمش زوز مواطنين يكون عندهم نفس نمر بطاق تعريف كيف نستعمل الادية كيف نستعمل هذا الادية مثلا نبعد نصل للسي اس 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 التي تعلمت عليه في الحلقة الابات وهو المنظر مثل صفحة كيف نتحكم فيه نبدل لون نبدل الكبر نجمو نستعمل الادية لكي نقول العنصر الاجتماع الذين لديه هذا نبدل لون مثلا في حالة نتو نستعمله في anchor tag كي نقوله نضع ال element وهو كات photos مثلا هزوا للبلاسة اللي فيها HTML element اللي عنده الادية الفلاني اللي حطيته في حالة نتو مثلا نجم تعمل element a وتضع الرابط الادية اسمه contacts header وتضع نفس الشي element وتضع الادية مباشرة فما شيء نجم في وسط المواطن الفلاني لتعطيه نور ويطاق تعريف تكتب ID وتكتب نور وتكتب نص التكتب كما مثلا contact header بعد في بلايس اخرى تقصد ID معين تضع الهاش هذا يسمى الهاش يعني هذا تضع مكتوب contact header نحن تسبق الهاش ثم حاجة نجم نزيدها في هذا حاجة التي قلنا عليها الحمد رسول الله التي هي target وليس نحن بتفصيل لكن كان تحب عندك مثلا في الجزء السابق الذي نعود له في سعب اضغط على عرشة نحات ولا أشباه ولا رجعت هذه هذه مثلا موجودة لنا كنضغط عليها بكري هنا صفحة لكن تزيد target وتكتب الكلمة بلانك لا تهزن هنا يحل الرابط في تاب أخرى من المتصفح ويقعد من المتصفح نعاود لك يحل تاب أخرى وهكذا يعني إذا كانت حب المستعمل لا ما يقعد يعني تبدلت له الصفحة ويقعد يرجع كما عملت تاني بكري لا أعمل له في تاب أخرى وتحلك في تاب أخرى وهذا المقصود بهذه التارجت وعندها استعمالة أخرى التارجت لكن بالنسبة للتو لكي لا نكثروش المعلومات ها تاب أخرى من قرار اندرسكور وهذه اللي هي أنسميها تيري ويت تيري بالثمانية فهما كانت نوعين نستعملهم في هذا يسمى وذي يسمى أندرسكور التيري بالستة و التيري بالثمانية يعني نستعمل كيبورد آخر لكن الأكثر نستعمل في الأزرتي ستجدها سنرى من ما طالبين بضبط قال لك الصفحة لازم يكون فيها anchor tag معنا لازمنا لازمنا footer element كما شفنا قبل أعطونا برشة elements المين والsection والbody والfooter والheader شفناها قبل طيب ما تستعملوا footer footer موجود به قال لك لازم لازم href فوتر نمشيه الheadge tag امتعنا هذا ما عادش نحطوله كما كان اقبل هذا نحيوه يحب على نمشيه للfooter هذه هو حاليا مش بشي هزنا هزنا بلانك بشي هزنا البلاس أخرى لكن معناه في tab أخرى باقي نكملوا احنا the a tag should not have a target نحيوه تاركت خاطر في حلنا في صفحة أخرى هذه زادة طالبة هو لكن نحيوه مش تكليك عليه ثاو شوفوا ما هزناش البلاس أخرى خاطر ما زلنا ما حطيناش ال id نحطه نحطه في last نحطه jump to button انا امشي اللوطة نقذ الفوتر دي ما يأتي اللوطة يحب نقذ اللوطة قاعدتنا الحاجة الوحيدة نقول له امشي ال element html لديه id فوتر ما معناه حتى id أصلا ما حطيناه في الواحد نحطه لل element هذا اسمه فوتر ال id فوتر ما عنده حتى علاقة بال element فوتر معناه جاءت الكاك أو كاوك بعد ما نكتبه نوريكم علش ثاو نحطينا ال id فوتر نحطينا الفوتر نحطينا الوحيدة ويحبطينا اللوطة ويحبطينا البلاسة اللي في الفوتر اللي مكتوب عليك copyright cat photo app معناه نحطل الفوتر مرة أخرى نحطينا ونحطينا الوحيدة ويحبطنا الوحيدة هنا بش نكتب x xyz xyz و بش نحطل علينا زادة بش نقله ويحبطينا ال id xyz ويحبطينا مرة أخرى بشي هزني نفس البلاسة اللي حبيت نأكد عليه انه هنا هكا جاد هو ها سمى element footer وعطاها ال id فوتر لكن ال id هو المهم ما يمنعش فيه ش اسمه ال element هو صادف انه فوتر ينجم معناه اي element فنرجعه كما كان الخاطر هو طالبه كاكا طالب اسمه فوتر ونشوف التست سمتاعنا مريقلينو لا ومريقلينو نتعداو للجزدجة اللي التالي باهي لهنا قال basic html لا اجتبفها nest an anchor باهي هذي الموضوع آخر نبكري ونحن نخدمه ونعمله ال a هذا ال anchor tag نعمله فيه واحد وهكا ونحطه في وسطه تكست ثو تنجم تعمل اي element وتحطه في وسطه حاجة أخرى ما يكونش مباشرة تكست والحاجة الأخرى تنجم ما تكون هي في حد ذاتها html element ولا العكس ولهنه هو طالب منها العكس هو لهنه ما قال قال تنجم ما تحط a هذاكا في وسط p في وسط وورانا كيفاش به بعدش نفس الكلام ونحطينا أقبل الجملة اللي عملها على الفوق هذه او الاجتماع اللي كتبوا لنا بشي ترجم الحاجة هذي بالضبط يعني عمل paragraph واذا فاش يصلح بالضبط كي يبدأ عنك نص كامل وتحب جزء واحد منه بركة يكون هو الرابط اللي بتحب تساعدنا مثلا اللي هناك تكليكي ما يعمل شيء ولهناك تكليكي ما يعمل شيء ولكن جيني تكليكي الهنا بشي هزني للصفحة هذيكة اللي هو حطها فريكوت كامف اللي هناك كان نشوفه ال HRI فحط فريكوت كامف مش بنزل عليها ولا نزل عليها بشي خرجني البرعه كنش صارت هذي هذي كلها html element اللي هو p كتبه فيه حطيه جزء من الكلام عادي وجزء من الكلام حطه في وسط anchor هذيك الاي نكتب فيه الكلام اللي يحب يحطه وحط فيه ال HRI يعني ويمشي هزه بالضبط وحطه كاكة وتظهر كاكة باخر نشوفه ما هو طالب منا هو طالب منا انه نحطه الاي element متاعنا في وسط p element ونزيدوه الجملة view more cat photos ويكون view more وحدها في الparagraph والcat photos اللي هي اللي في وسط anchor tag يعني كتنزل على view more ما يعمل شيء لكن كتنزل كتكليكي على cat photos بش يهزك لل للينك هذاك باني طبعا ذالي فهمتوا من بعد نشوفه ما هو طلبين بالتفصيل اللي هنا خلا نكتبو نزيدو الparagraph p وفي البي هذي لازم تكتب view more اسم هذي هنا view more ومن بعد مش نسكره البي تعنا بعد ما فما بعد الview more فما anchor تاق هذاك اللي فيه cat photos ومن بعد نسكره البي ومليك لخنشوفه نقل لك نحبه a element وهز free cat photo موجودة a element لازم التكست متاعه cat photos موجودة عملنا p element معناها يقال لك في الجملة يولي يعني ثلاثة p elements اللي هم موجودين واحدين ثلاثة يحب يزيدو view more وفما space واندجاحة space والأي element ما لازم يكون فيه view more ما حطينا وكل p element يحب عنده closing tag وكل am لازم closing tag مريقل مريقل ماذا بعده هذه ساعة تطلع عادي هم عاملينه free الموقع وساعات يطلع يعني اللي يحب يتبرع يتبرع فأني أقول له ما انا عاود سألني بعد ما نجمش تبرع ثلاثة هم موضوع صغير ياسر مش مهم برشة اللي هو اسمه dead links يعني ساعات تعمل links قلنا نمشيولهم بال a tag اي element ونحطولهم href ونمشي بالضبط ساعات كي تبدأ تبني في الموقع متاعك تحب تحط بلايس وتقول مثلا انا نعرف في الفوق هنا فورم ما زلت ما صنعت فوريوم في الموقع متاعك لكن تحب تعملوا anchor tag هنا ومجرد تحط السيمبل هذا واحد أنا نعرف ليه anchor tag لكن بعد كي نخدم من الموقع متاعك ونزيد وهذا هو المقصود وهذا هو المقصود لطلبين منه من طلبين ومننا احنا تو انه ال a element يكون فيه href متاعه ال hash symbol هاكا فنزيد له ال hash symbol و un test مفروضة ذاك وحاشتن به مركلين موضوع اخر هذا كيفاش نجمو الصورة في حال ذاتها نستعملوها كرابط يعني أو كلينك معناك كي تكليك على الصورة هي تهزك البلاسة معين واضحنا السؤال لطريقة كيفاش قال لك هي تحطها في وسط ال a بكري قوتلكم نجمو نعملو نستنج لل a tag سواء نحطه هو في وسط element آخر كيما ال p بكنا عملنا فارغراف حطينا في وسط ونجمو بالعكس نحطه elements أخرين في وسط ال anchor tag كما ال element متاع وذلك موضوع كي نتعرضو له برشة ماء وضوع نستنج يعني ال elements دوم تنجمو تحط حاجة في وسط حاجة يعني عليش خاطر بعض ال elements عندهم خصائص حب ال element يتحطه في وسطها يكون عنده زادة ونفس الخصائص فتستعمل الطريقة مثلا عنها صورته والصورة في حالتها طبيعية ما تنجمش تهزك المكان آخر يعني متنجمش تعملك متنجمش تكون لينك فكنايبش تعمل تحطه في وسط element اللي عنده الخاصية ديه اللي هو اللي هو ال anchor tag وهكذا نشوفوا اشتغل مين بالضبط قال لك نحبوا نحطوا ال image بتاعنا في وسط anchor tag قايت نحطوها يعني طيب نعمل باش نسرعه ما نخدوش نكتبو وكانت لاحظوا نفس الشي ال pointer متاع ال cursor متاع الماوس يتبدل كي نوصل للصفحة ومكن نوصل للصورة ويظهر تقول علينا نجم نكليك عليها توكي نكليك عليها مش بشعمل شي خاطر عاملك اللي شفناها بكري عامل لا كان نحطها تهزل اي موقع توهزني الموقع ذاك مثلا نحط له كيما كانوا وحاطينا بكري ما ما نعرش هذا مثلا حاطينه لنا خنشوفوا شبين هزك نحطوا الهن هزني الصورة اه 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 طالبين الاية ذاكة يحبوا يكون dead link هيكا حاطين وحبوا فما كلام في كلام امريقليين نتعدى 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 اللي بعده موضوع جديد تحدثنا على H1 معناها العنوين H1 H2 تحدثنا على البراغراف النص تحدثنا على الامج على الصورة تحدثنا على anchor tag اللي هو يهزك ينقلك من بلاسر 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 في الصفحة تحدثنا على موضوع جديد يشبه للبراغراف لكن في اي واحد حتى في الكراسة كتكتب الدرس المتلاك تحب عندك قائمة واحدة ثلاثة اربعة 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 اضغم فهذا الموضوع موضوع القائمات والقائمات في الاشياء المال النوعية تلقى U هذه وتلقى OL فمعنا بال U ثم بال والفرق بينهم انه نضحوه نوريه من جهة اصل الحرفين U هي قائمة غير مرتبة وال وال هي الاردون لست توجينا مفروض في الى اللي بعد هذه بضبط وشنجب كيف نستعملوهم هذو مال وال 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 وشنال فرق بينه نستعملوهم فقط نضع الابنينج كما مستلسين ونبعد نعبيه في وسطهم كلهم ل اللي اللي هي list element يعني كل star كما نضعه في قائمة واحد ثلان واحد باش يشري قائمة او يحط قائمة متاع مشتريات باش يعمل مرتبات يحط بيض ومن بعد يحط الحليب وهكذا فكل star ذاكا list element المعناها عنصر في القائمة او list item باه واللي بشيفرق كنحب ونعملوها list ordered انو نبدلو U O واللي بشيفرق مبعد في HTML مرة بشي يظهرها بدون ترقيم ومرة بشي يظهرها الترقيم كنحب وقتها يفرق ونحط العدد وكنحب ونعملوها 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 هذه الخلاصة نمشي وتوى لنشوف ماهو طالب مننا بالضبط في الجزء قال لك أصنع list بش نصنع نعمله في وسط المين تجد عمل على الوطة لكننا نحن نعمله في وسط المين نطول الوطة بكل نشيب كل عادة نحيله ماهيش مرتبة unordered list يعني ul unordered به كل عادة نعملو من الول opening tag والclosing tag تانا بش مانسا وهمش ونعملو ul حالينا وسكرنا تاوى قال لك نحب فما the elements the elements ذوما ماقلش عدد هم قال لك حط لي فيهم كتيبة ومش نحط واحد لنا ثلاثة ونشوفو يقبلهم ولا ذالي كما قلت نبكري مثلا المرطبة بتاعنا في استحق لي ومش نعمل لسخ لسخ نفسه بش نقلش نعود نكتو بش حاطم بعد الحليب ومش نحط معهم هذه زائدة نضموهم ونحط معهم واحدة اخرى اللي هي بش حاجة فلاور اللي هو الفارينة شفتوا كنا ظهرونا بالطريقة فما نقاط بشي وريك اللي هي قائمة فيها نكت ولا بشي وطريقة بشي وطريقة بشي وطريقة لن نشوفو نحن نحن نبدلهم يعني بشي وطريقة يعملهم لكن نحن نبدلهم لكن لم يكن لدينا أرقام لدينا لاحظة ونحن نحن نرى مرائنا واحدة اللي بعده ماذا لكن الفرق الوحيد بشوالي هو وطريقة ون انضم進 علينا الوصول تذكب ثلاثة حوائي يجب كروها ثلاثة وحثة عذر يجب أن يكتب الماء ثلاثة مرات لكي نكتب الماء ثلاثة مرات لا أعرف كيف يمشي بالله لكي نعمل نسخ لكي نقود اللوطة لأننا نضعهم ثم نضع ونعودها ثلاثة مرات قل لك أعمل لنا UL يكون واحد بارك أعمل لنا OL يعني نحب وليستة فقانية اللي هي ما غير ترقيم أحب على أوردورد لست وأحب تقلل تاكز واللي يحب يثبت في الحوايج اللي طالبينهم يشوف أنا ثاو بش نجربه ثاو يحب على تكست فيل حاجة جديدة ماذا لم نرى قبل وتابعة جزء آخر من العناصر أو قسم من العناصر الاجتماعي اللي لم نرى كيفهما قبل اللي نرى عناصر الاجتماعي لأحد الان كلهم يوريوا حاجة ولا تنجم تكليكي على حاجة أو تهزك البلاسة فقط العنصر اللي تشوفوه أول مرة توم يقول المستعمل انه يدخل حاجة يدخل كتيبة مثلا في وسط الصفحة اللي هو اسمه من اسمه تعرف اللي هو معناها يدخل معلومة أو يدخل داتا للمتصفحة وعندنا بارشة انواع متاع أو الانبوت هذا عنده بارشة انواع وفي حداته ومهمين ياسر ياسر يعني كما تشوفوا انتم تستعملوا فيسبوك أو تستعملوا اي حاجة ديما تكتب حاجة فلازم تكتبها في بلاسة معينة اللي هي تكون انبوت ولا نوع من انواع الانبوت ما طالب هنا يحب على والتيب متاعو تكست يعني الانبوت يدخل فيه كتيبة نضع الانبوت هنا يحب تكست الانبوت والحاجة المهمة في الانبوت كما قلنا بكري ما يستحقش كل نجمو طول طول نعملو ونسكروه وكما تشوفوا طلعنا بلاسة نجمو نكتبوا فيها كتيبة نكتبوا فيها مثلا تكتب بامريغلا وكل شيء حتى نشوفهم بعد كيف نستعمل الانبوت هذا باش نتفاعلو مع المستخدم ننخلو له تاست ممشيوا مريقليين تعداولي بعضو ثم كما شوفنا بكري الاتريبيوت اللي هو التايب متاع الانبوت ثم اتريبيوت اخر اسمه بلايس هولدر بلايس هولدر هذا المعناه بكل بساطة كما يكتب شيء المستخدم ولا قبل ما يكتب حد شيء كيف نطلع له؟ ساعات باش يتفسروا اكتب مثلا باش تدخل تعمل ساين ان باش تعمل ساكوننكت للموقع تلقى زوز انبوت واحدة في اللي باش تحط فيها الاميل باش تحط فيها الاميل مثلا باش تحط فيها الاميل مثلا فهي ما عندها حتى مهمة الا انها تكون تظهر للمستخدم وقتلي مزال مكتوب حد شيء ماذاك البلايس هولدر وهكذا ماذاك يقال لك زيد الاميل هذا ذهب الاميل فيه الكتابة هذه نحط لي الارال الرابط بتاع القطوس تصمير القطوس اجدت باش نزرك لأجغل باش نتبو ونضع كلمة كات فوتو وظهرت بلون مخالف اللون التي تكتب حاجة تظهر كحلة برشا كن نحيب تظهر عاطية عن رامدي يعني المستخدم بشرتان يفهم اللي هي ذلك كلام منتالي ما هو مقصود، ما هو مهم ياسر فقط المعلومة سنرى صحيح أو لا صحيح نتعلم الانبوت هذا قد مننا الموضوع آخر والذي هو من أهم المواضيع للقواة في الويب قلنا الويب أول ما تعمل بشي يكون فيما صفحات والعبات تقرأ المقالات وتنتقل بين المقالات ومن بعد المرحلة الثانية أنه ولأ فيه فورمس يعني اللي يدخل يكتب حاجات يكتب معناها اسمه، لقابه، الإيميل متاعه، عمره، ولا يكتب معلوماته وينتظر نتيجة مثلاً فما وحيد يحسبه المعدل، فما فورمس يحسبه كل فورمس مهمتها فالموضوع متاع الفورمس من أهم المواضيع اللي في تطوير مواقع الويب خاصة في كل ما متعلقوا المتصفح فلازم نتبوله ياسر 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 يعني بشي يتبع المسيرة متاع المطور كله ما فماش متصفح ما فماش تقريباً تطبيق إلا بشي تستحق في بلاسة بلايس تاونك تستعمل فورمس كيف مالفورم؟ كما بكري شوفنا الـ الـ تول فورمس يجب تكون مجموعة من الـ والحكايات التي تشبه الـ يعني كما فسرنا بكري تنجب تحط اسمك والأقبك وحكاية أخرى فبشي يكون حاجة تلمهم، يعني تجمحهم وحكينا بكري على فاست التصوير وكنش تحط في بارغراف والأنكر كنش تحط في وسطه تصويره كيف كيف في الفورم؟ نستعمل الفورم الـ اللي هو اسمه فورم ونغلفه به يعني نحطه في وسطه بقية الـ اللي بش نستعملوها من بعد في وسطه اللي بش يكونوا input وممكن buttons وممكن أي حاجة خنشوفوا توا اللي حكاية ولنا قال لك شنو بالضبط الفورم الفورم عنده مهم اللي هو الـ شنو الـ بعد ما يكمل عبر الفورم ماذا تقول المتصفح يعمل؟ لهنا بش نجيو الموضوع ممكن اللي ما عندوش معرفة قديمة أو سابقة بالتطوير وبالبرمجة جي غريبة لكن هي أو مايعرفهاش لكن هي سهلة انت كي تدخل الفيسبوك وبش تعمل ساينين وتكتب اسمك أو الإيميل وتضع 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 رسالة من تلك التي لا تشاهدها أنت تتعدى عن تقليق الإنترنت الرسالة تصل للسيرفورم فيسبوك فيسبوك عنده حواسيب بين قوسين كلمة حواسيب في بلايس معينة برشة كبار يبدو وينجموا يتلقوا بارشة رسالة في كل وقت فتوصل الرسالة للسيرفور الحاسوب الذي لا يريد فيه تطبيق من داخل يفهم كنت تبعث له الإيميل والباسورد يعمل طلع يرى المستعمل هذا صحيحة أو لا ويرجع للمتصفح بنتيجة يرجع له كلام يفهم من المتصفح أنه إذا نقل له حطيت حاجة غلطة أو حطيت حاجة صحيحة هذا مثال صغير لإستعمال الفورم في الأكشن الأكشن هذه ما يحدث كي يكمل الفورم ويعمل نرى كلمة ماذا بالضبط في الغالب تلقى بطن والبطن هذه بشي يعمل بالنسبة للوقت الحالي لا تركضيش معها برشة الأكشن لكن هذا كشتعم وهي مهمة يحدث ما قال لنا قال ناس الانبوت الانبوت الموجودة نضع just form ونعملوا له الأكشن هذه الأكشن ما هو معناه في الأخر بالمعنى اللي حطته هو كي نعملوا الانبوت للي عرف الفورم للمشاهد نحن نقوم بحق في هذا تلقى الأكشن لا ترغبوا ما ترغبوا في الرابط ما ترغبوا لا ترغبوا على رابط ما ترغبوا ترجمة نقوم بحق ونعمل Alt-Trade وتعدت الأكشن وهذا هو ضريب شهزني ورجع لي النتيجة التي رجعت من السيرفر بتاعهم وهي Thank you Will you view or submitted response and reply if needed واضح هذا اللي كنت نحكي لي عملت حاجة في الانبوت كتبت كتيبة الأكشن صارت بحث حاجة الحاجة هي اللي كتبت واني في وسط الانبوت هذا ونبعد على أساس الحاجة اللي وصلته السيرفر بتاعه قرر انه يرجع لي الانبوت كتيبة بحث نتعداو بحث هاللي عندي غلطة الغلطة شنه هي your form element should have well format open اه نقصنا الكلوزنج تاج نجيب تحت الانبوت وحطو الكلوزنج تاج نحلوها نعمل سلاش ونسكرها ومرقلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر